صراحة شي مرة جميل ونشوف أنه اليوم مع التطور اللي يصير بكل مجالات مازالت الأزياء الجزائرية حاضرة بسصاميم عالمية ويسعد صباحك كريم ونورت دبي يعني قاعدين نشوف شي مرة حلو فاشن شو على يعني فن زيادة عليه الأزياء الجزائرية يعني أزياء جدا مميزة وأنت أكيد يعني قابلت تحديات وأنت تتصمم هذه الفساتين والأزياء خاصة أنه أنت مزجت بين ثقافتين طبعا خير نشكركم على دعوة وولا أنا كثير فرحان فرحان بزاف اللي اليوم جيت المثل بلدي كما نقوله الوطن ما في أغلى من الوطن إن شاء الله نتمنى ديما نكون أنا أحسن سافير للجزائر والأزياء يعني الأزياء الجزائرية عندها يعني تاريخ كبير تاريخ كبير وعندنا بزاف الأزياء وعندنا بزاف يعني كل منطقة تتسخر بشي منفارد يعني لكن اليوم جبتكم يعني جاكيت جاكيت نسموها بالجزائرية بالجزائرية حتولها كاراكو هذه القطعة اللي كانت تلبسها المرأة الجزائرية اللي طلحيتها عاشت في المدينة يعني نعم في المدينة وحنا طورناها يعني كمصممين طورناها بطريقة عصرية عصرية باش تقدر المرأة يعني أي مرأة في العالم تقدر تلبسها يعني سواء عربية ولا أي مرأة كريم أبرز التحديات اللي تواجهك كمصمم يهتم بالتراث يهتم بتطوير التراث أن القطعة لما تحولها إلى يعني شيء عصري في أبرز التحديات اللي تواجهها بالقطعة أول شيء أنا نشتغل كثير مع المتاحف نعم لذلك أنا ما يحق ليش يعني نغير من القطعة نعم لأن الخطوط الكبيرة ما لازمش نغير فيها نعم لكن نزيد هذه اللمسة الفنية لتعطي يعني يروح جديدة للقطعة باش تكون على الموضة يعني على الموضة وولا طيب نحن قاعد نشوف القطعة القطعة كاركو 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 يعني لو تتحدثنا عن إضافاتك عن اللمسة اللي موجودة في هذه القطعة بو القطعة هادو هي الأول شيء هو رجعناها أقصر شوي هو طويل شوي على الخسر نحن طلحت نقصرته شوي باش يقدر يتلقمها كثير من القطعة العصرية يعني يقدر نبسه مع الصروال مع تنورة مع روبة طويلة يعني نحن قاعد نشوف الآن يعني الدمج بين هذا الجاكيت وبعض الأزياء هذه أزياء بتاع باريس ترتم في باريس في أسبوع الموضى أسبوع الموضى في باريس وكان فيه كان في كتير قطعة القفاطين فيه كتير أشياء يعني أنا بحث مزاعر التاريخ يعني نخرج في التورة فعنا الجزائر لم أخذت حقها يعني إعلاميا في عالم الأزياء لظروف معينة الحمد لله أنا من هذا المنبر إن شاء الله إن شاء الله ماذا بدأ شغفك في عالم تصميم الأزياء وهل كانوا أهلك يعني مع أنه أنت يعني تكون مصمم أزياء وتنشر ثقافة الجزائر في العالم عندي صار لي شيء 25 سنة وأنا في الميدان أنا أهلي بس يعني بيبدون صراحة أهلي ما كانوا أحبين أكون مصمم أزياء أنا فوق يعني درست في عالم البناء نعم ما ساعدني بس كوالديقة وكل شيء يعني ساعدني في عالم الأزياء على كل حال ما كملت يعني دراستي وفي البناء وقلت لم تركوني أعمل الشيء اللي نحبه وحبه الله يعني درت طريق طويل ونا حاضر يعني في الأسبوع الموضة في باريس كنت عملت عرض أزياء كثير كبير يعني في بورتوفينو في إيطاليا نعم وكثير أشياء ممتاز كريم يعني واضح أنه أنت محب لتراث الجزائر للتصاميم متعاول أنه تنقل هذا الشيء للعالم طبعا للعالم أجمع ولكن لو تحدثنا عن رسالتك أنت اللي حاب أن توصلها من خلال هالتصاميم بما أنه أنت ما شاء الله خمس وعشرين سنة هل تحس أن الرسالة وصلت ولا تحتاج المزيد مننا للشغل إحنا قد ما نشتغل على عالم الأزياء يعني عمرنا ما نوصله وشنا نحبين نتمنى دايما الأحسن ورسالتي ما نحبش أن يبدأ بي كل أزياء الجزائرية لا تبقاش في الأدراج لا تبقاش في المتاحف تخرج للعالم لازم الناس يشوفوها وكل واحد يأخذ حقه في الصبعة تراثه وتع بلده وهذه هي الحمد لله هذه بق عينة من كثير عينات جزائرية يعني فيه القندورة القسطينة فيه الشاوية تراثت الشاوية منطقة القبعيل يعني غني لو أشتغل منه على عشرين سنة ما حاول فيه حقوق حق كل منطقة نعم بس أنا بديت كما نقوله بديت بالزيد تح المرأة الحضرية يعني نعم مرأة المدينة ليس الريف بكريم الكل يحاب يتعرف على مسيرتك أو تصاميمك فيه لك مثلا موقع معين في لك حساب عندي انستغرام عندي انستغرام اسمي كريم كديد فيه اللوغو تبعي ممتاز احنا اتمنى لك التوفيق شكرا لكم المزيد من النجاح إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم على فكرة أنا كنت استضفت MBC في العيد ببيتي بالجزائر كنت سميتها القعدة 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 ذي كانت في بيتي وأنا كنت جبتهم ضيوف والله انت هذا مغرب عليك كريم شكرا ونتمنى لك المزيد من التوفيق وإن شاء الله تجمعنا فيك اللقاءات إن شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم ألف عافية